اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في الاستبيان الخاص بالمحاضرة من خلال الرابط الذي سينشر عقب أو قريب من نهاية المحاضرة والآن ندعو الأستاذ عهد كاركوتي مسؤول العلاقات العامة في الجائزة للتفضل بإلقاء كلمة سعادة أمين عام الجائزة الأستاذ الدكتور عبدالبهاب زايد نيابة عن سعادته ونعتذر منكم جميعا لعدم حضوره لدواعي السفر الطارئ فضل الأستاذ عهد شكرا مهندس عماية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب المعالي والسعادة بيوفنا الكرام الأخوة الباحثين والخبراء والفنيين المختصين بزراعة النخيل وإنتاج التمر والابتكار الزراعي معالي الأستاذ الدكتور يحيى بكور المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي وبالنيابة عن سعادة الأستاذ الدكتور عبدالبهاب زايد أمين عام الجائزة نرحب بكم أجمل ترحيب عبر هذه المنصة الافتراضية وننقل لكم تحيات معالي الشيخ نهيان مبارك أهل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أميناء الجائزة في المحاضرة السادسة عشر ضمن سلسلة المحاضرات العلمية الافتراضية للموسم الثقافي الثاني عشرين واحد وعشرين التي تحزى باهتمام ودعم سموه حيث تأتي هذه المحاضرة في سياق التزام الجائزة بتحقيق أحد أهم أهدافها وهي نشر المعرفة العلمية المتخصصة بزراعة النخيل وإنتاج التمر والابتكار الزراعي لتعزيز العمل الغزائي والتنمية المستدامة كما تأتي هذه المحاضرة في نطاق التعاون البناء بين الأمانة العامة للجائزة وكافة المنظمات المتخصصة على المستوى العربي والدولي مثل اتحاد المهندسين الزراعيين العرب ونحن بدورنا إذ نفخر ونعتز بهذا التعاون المثمر والآن يسعدنا أن نرحب بمعالي استاذ الدكتور يحيى بكور الأمير العام لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية حيث أطلق في ظل إدارته أول مشروع من نوعه صديقة للبيئة هو مشروع المكافحة الحيوية لسلسة النخيل الحمراء كان ذلك عام 1992 الذي سوف يقدم لنا محاضرة علمية بعنوان مسيرة نجاح في تنمية زراعة النخيل وإنتاج التمو متمنين أن تقضوا معنا وقتا مفيدا ونعدكم بالمزيد إن شاء الله والآن ندعو الأستاذ الدكتور يحيى بكور لتقديم المحاضرة معك 45 دقيقة فتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم أود في البداية أن أقدم جزيل الشكر وعظيم التقدير لهذه القامات العلمية الموجودة في العاملة في جائزة خليفة للإبكار الزراعي وللتطوير شجرة النخيل المباركة وللحصول على إنتاج وفير وإنتاجية عالية والتقدير لمعالي الوزير وزير التسامح الأستاذ النهيان مبارك آل النهيان ورئيس مجلس أمناء جائزة خليفة لنخيل التمر والإبتكار الزراعي كما أن عظيم التقدير والشكر أيضا للأستاذ الدكتور عبدالوهاب زايد الأمين العام للجائزة ومساعديه على الجهود المسمرة من أجل الارتقاء بشجرة النخيل المباركة وتنميتها للوصول إلى إنتاج وفير عندما نتحدث في أي محاضرة لابد أن نذكر لمحة عن السيرة العلمية حيث نشأت في أسرة محبة للعلم حريصة على تعليم أولادها والدي كان يتقد القراءة والكتابة ووالدتي تعلمت من متابعتها لوظائفنا المنزلية أثناء الدراسة وكان هناك فعلا شغف كبير بأن يصل أولاد هذه الإسرة إلى مكانة علمية عالية لكن بعض الظروف كانت تؤثر على مسار عملنا مثلا كان هناك رغبة لدى والدي بأن أتابع دراستي في دول أوروبية لأستزيد من العلم والمعرفة وكانت والدتي تعارض ذلك بشدة لأنني ولدها الوحيد وتفكر بأنه عندما أسافر إلى أوروبا لن تراني إلا بعد سنوات طويلة كان الأمر بأن كانت تسوية ونحن نعيش زمن الوحدة مع مصر العربية فكانت تسوية بأن أدرس في الإسكندرية وباشرت في الزراعة حيث تم تخرجي مع الأسف بعد انتهاء الوحدة رجعت إلى سوريا كانت الظروف غير مستقرة ولعب القدر كثيرا من المراحل فكان ممنوع التوظيف لجميع الخريجين لظروف خاصة لكن شاء القدر أن ألتقي بصديق أصبح نائبا فاعلا لرئيس مجلس الوزراء فأمن لي تعييني في وزارة الزراعة في مركزين للبحوث انتقلت بعدها إلى مديرية الزراعة نائبا للمدير ومديرا للتعاون الزراعي يشاء القدر بالرغم من أنني كنت مسرور بعملي ومنتج ومرض لجميع المسؤولين لكن شاء القدر بأن أيضا يكون هناك انحراف آخر في مسيرتي بأن نقلت إلى دمشق مديرا عمل التعاون الزراعي في وزارة الزراعة حيث كان هناك مجال للعمل أكثر بالرغم من معارضة ذلك لكن شاء القدر أن أكون وتزلل جميع العقبات وبعدها من هناك وفدت لتحضير الدبلوم التخطيط الزراعي وبعدها نقلت إلى وزارة التعليم العالي للحصول على الدكتوراه وهذا ما فتح لي الباب واسعا للعمل المستقبلي لا شك بأن هناك أيضا محطات في حياتي كان لابد من أن تكون مؤسرة كثيرا من هذه المحطات أنني عينت من الجامعة مديرا لمكتب المنظمة العربية للتنمية الزراعية في دمشق في تلك المرحلة في عام التسعين والتسعين كان هناك انتخابات في المنظمة كانت مرشحين بناء على تعميم إلى الدول من مصر ومن العراق وزراء سابقين قامات علمية هامة جدا وممتازة لكن حصل لأثناء الاجتماع بعض التباينات في الرأي بضرورة تطبيق النظام وعدم ترشيح أو شطب ترشيح المدير السابق عملا بالنظام لكن ذلك تم حله بأن فتح باب الترشيح بنفس الجلسة السرية ورشحته من قبل وزير اليمن الجنوبي لأكون مرشحا تم تأييد ذلك واجرت الانتخابات وكانت المفاجأة أنني نجحت لم أكن مستعدا لعمليات الانتقال من دمشق إلى الخرطوم أبديت لمعالي وزير الزراع السوري الذي لم يكن طرفا في الترشيح بعدم قدرتي على الانتقال طلب تأجيل الالتحاق لمدة سنة وهذا ما تم لكن تم بعد ذلك هناك كثير من الأمور التي نستطيع أن نقول بها في تلك المرحلة التي كانت منتجة في تاريخ المنظمة وجميع الدول العربية كانت مهتمة بالعمل العربي المشترك وأيضا كانت تعمل جميعا من أجل الدعم قدمت البرامج ومن هذه البرامج كان قضايا تتعلق بالنخيل في زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تم لقاء مطول مع معالي الوزير الأستاذ سعيد محمد الرقباني الذي كان عميدا لوزارة الزراعة العرب فهذا اللقاء أعطاني كثير من التوجيهات لأنه أمضى في الوزارة خمسة وعشرين سنة فكان يعرف كل شيء يتعلق بقضايا التنمية الزراعية العربية فأعطاني أن يجب أن نهتم بالتقانات الحديثة وخاصة في مجال النخيل طرح موضوع سلسة النخيل كخطر داهم على هذه الشجرة المباركة وقال بأننا سعينا كثيرا لمكافحاتها بالطرق التقليدية الكيموية وبكسافة كبيرة لكن لم نستفد كثيرا من ذلك فعلى المنظمة وبوجودكم أن تهتم بتقانات حديثة لا تؤثر على البيئة ونستطيع أن نكافح هذه الآفة فعلا رجعت إلى الخرطوم اجتمعت مع خبراء المنظمة طلبنا بيانات كلفت أستاذ فاضل كان يعمل معنا في مجال وقاية النبات الأستاذ الدكتور عبدالطيف وليد المرحوم وكان منتجا ورائعا جمع الكثير من المعلومات ناخشناها في اجتماعات وتقدر نتيجتها أن يتم دعوة خبراء في مكافحة الحشرات من أجل اختيار التقانات اللازمة في هذا الاجتماع الذي كان لي ثلاثة أيام متوصلة صباحا مساء حضرته أو ترأسته كاملا طرحت الكسيمية الأراء معظمها تركز على المكافحة الكيموية ومكسفة لكن كان هناك خبير هو الدكتور سليم حنوني لم يرق له هذا الطرح بالكيمويات لأسباب كثيرة وقال مثل هذه الحشرة التي المعلومات متوفرة عنها ليست كثيرة لكنها تستطيع أن تتفادى المكافحة الكيموية لا بد بأن يكون هناك طرق للمكافحة الحيوية طبيعي تم تبني رأيه أرسل إفادا إلى الدول المهمة في مجلس التعاون الخليجي حيث كانت هذه الحشرة جدا مؤسرة ومخيفة فالإمارات السعودية الكويت عمل جولة اجتمع مع المسؤولين ترقى توجيهات من أصحاب المعالي الوزراء وعاد لنا بحصيلة كانت ممتازة هذه الحصيلة تركز على أنه وجد حشرة وعليها فطر نام أتى بها ليقول لا بد من أن نعزل هذا الفطر لأنه سبب في موت هذه الحشرة في الاجتماع كان هناك من قال بأن الفطر يأتي بعد الموت وليس سببا في الموت عند النقاش قلنا البحث هو الذي سيقرر ذلك فعلا تم تشكيل لجنة كان فيها الدكتور حانونيك أساسي في صياغة وثيقة مشروع وتم المناقشة مع أصحاب المعالي الوزراء ومع مؤسسات التمويل الذين لم يترددوا نهائيا في تقديم كل الدعم لهذا المشروع وتم إقرار وسيقة المشروع ب2.7 مليون دولار من قبل البنك الإسلامي وأيضا من قبل الإعليفاد فعلا بدأ المشروع تم إنجاز المخابر مخبرين أساسيين للمكافحة الحيوية أو لتربية البطفلات والبحث في دراسات عن السوسة وبيئتها وغير ذلك واحد في الإمارات والثاني في السعودية وفعلا تم العمل على إنجازهم بسرعة كاملة وبدأ العمل بستة خبراء منسق المشروع أو هو الخبير الرئيسي الدكتور حانونيك ومعه خبيرين في الإمارات وسلاسة خبراء في السعودية تم اختيارهم بمعايير دقيقة جدا واهتمامهم بموضوع المكافحة الحيوية عمليا كان العمل رائع لم يكن هناك أمامنا صعوبات لأن أصحاب المعالي الوزراء وجدوا في هذا المشروع متنفس من أجل إمكان السيطرة على هذه الحشرة كان هناك فريق وطني رائع عمل مع الخبراء وكان الجهد الكبير لإدارة المنظمة هو منصب على نجاح هذا المشروع وتأمين جميع مستلزماته يوميا كنت أتلقى تقريرا من المناسق المشروع عن ما قاموا به وإذا كان هناك أي صعوبات أيضا يعلمني بها لكي نتولى تزليلها كان هناك إنجاز كبير جدا بدأت النتائج تأتي بوصول باكتشاف المتطفيلات أو ممرضات حيوية خاصة الفطر تم عزل الفطر المميت لهذه الحشرة في مختلف أطوارها تم عزله في المختبر وتم أيضا تأكد من فاعليته مئة بالمئة في المختبر بالتجارب التي أجريت كان هناك باستمرار متابعة حتى ميدانية عندما كان يتحدث مع الوزير في أي مجال كنت سافر إلى الإمارات لأطلع على هذا الأمر وتأمين كل المتطلبات اللازمة كان هناك أيضا دراسات عن سلوك الحشرة هذه الدراسات كانت أيضا رائعة وعطتنا مفهوم كبير عن هذه الحشرة وكيف يمكن التعامل معها كذلك كان هناك الحصول على اكتشاف متطفلات على اليرقة مفترسات مفترسة على اليرقة وعلى البيوت لهذه الحشرة كانت أيضا نقلة نوعية ومهمة جدا في تاريخها لا شك بأن وسيقة المشروع تضمن كثير من النقاط التي يمكن تلخيصها في أربع نقاط موجودة في هذه الفقرة هي فهم لسلوك الحشرة وكيفية التعامل معها للسيطرة عليها وكذلك فهم أكبر لفيسولوجيا نخلة شجرة الدخيل ولماذا تختارها هذه الحشرة من أجل الفتق بها وكذلك إيجاد الكوادر الفنية اللازمة من أجل التعامل مع المستقبل هناك كثير من الأمور مثلا تم اكتشاف أيضا النماتودة لأول مرة والنماتودة معروف أنها تعيش في التربة فلذلك كان لابد من دراسة سلوك الحشرة وأيضا التعرف على أنها تمضي بعض من حياتها في داخل التربة وبالتالي هنا نستطيع أن نقول بأن للنماتودة دور كبير في القضاء على هذه الحشرة عندما يتم رشها أو تربيتها ورشها قرب الجزور الأشجار الموجودة الصور التي موجودة في هذا العرض تبين كذلك هذه الصورة مثلا تبين المكان الذي تكون به الحشرة ضمن التربة وبالتالي يكون هناك دور فاعل لأن نماتودة أيضا كان هناك اكتشاف لم يدرسه أو لم يتحدث عنه سابقا أحد وهو الدور أو السلوك التجمعي للحشرة في أبط سعف النخلة هي تتجمع هناك هذه الملاحظة جعلت فريق الخبراء يدرسون لماذا فتبين أنه من سعف النخلة يتم إرسال أو أعطاء إشارات كيموية هي كيرمونات تجلب الحشرة إلى هذه المنطقة لتتجمع وتبدأ عملها التخريبي من هذه النقطة هناك تكون البيود وهناك تتسلل البيود اليرقات البيود إلى داخل الشجرة أو داخل السعف ومنها إلى الشجرة وتقوم بدورها التخريبي كذلك تبين اكتشاف أيضا أن استعمال هذه الكيرمونات مع الكيرمونات الأخرى الجاذبة للحشرة يؤدي إلى فاعلية أكبر للمصائد ومنها المصيدة التي ابتكرها المشروع والتي تم توزيع 230 ألف واحدة منها أعطت نتائج جيدة إضافة إلى النتائج التي أعطتها المصائد التي أنتجتها الجهات الأخرى سواء العلمية أو التجارية تبين أيضا أو تم اكتشاف أن هناك قمة للانفجار العددي هذه القمة تكون في مارس وأبريل في الإمارات لكنها في يونيو في السعودية والفرق بين الاثنين هو قضايا بيئية تساعد الحشرة على الانفجار في هذا الوقت أو في ذلك الوقت هناك أيضا تم كما قلت تحديد الأعداء الحيوي التي يمكن استعمالها في هذه في المكافحة الحيوية لهذه الحشرة منها ثلالات فطر بوفيرا بازيانا وهو عالي الإمراض للحشرة في مختلف الأطوار هذا اعتبر بأنها اختراع لهذا المشروع وتم إداع الوسائق اللازمة لتسجيل هذا الاختراع في وزارة الزراعة الإماراتية من أجل وفقا لأنظمات الحماية الملكية الفطرية كذلك اكتشاف السوريات النيماتودية التي لم نعرضها الكسيمية الاهتمام لأننا وجدنا بأن الأهمية يجب أن تركز على الفطر الذي يمكن أن يكون هو العدو الحقيقي للسيطرة على هذه الحشرة أيضا اكتشف المشروع وهذا ابتكار أيضا للمشروع أن هذا الفطر يمكن أن يرش بالطريق العادي خاصة على أبط الصعف حيث تتجمع الحشرات وأظهر نتائج جيدة جدا في عملية المكافحة في الحقل إضافة إلى المختبر كذلك بالإمكان استعماله كملوس للذكور والمعروف أن الزكار يلقح العديد من الإناس والأنثة تتلقح مرة واحدة في حياتها ثم تعطي سيلا من البيود يصل إلى 300 ألف في المرة الواحدة وبذلك يكون الانتشار عن طريق الإناس وليس عن طريق الذكور بشكل بير هذه الطريقة هي ابتكار للمشروع أيضا وتم تجربته وأعطى نتائج جيدة كان هناك صعوبات نعترف بها عملية صيد الذكور لوحدها غير ممكنة فيجب أن يتم استياد الذكور مع الإناس ثم عملية فرزها ثم بعد ذلك عملية تلويس الذكور بالفطر وأطلاقها لتقوم بمهامها لا شك بأن النتائج التي أخذناها من المشروع بأن عملية الرش أعطت نسبة موت أكبر كانت وعندما ناقشناها ليست دقيقة مئة بالمئة لسبب أساسي أن الذكر يلقح الكاسيمية الإناس التي تبقى محتفظة بالفطر قبل موتها من ثلاث إلى سبعة أيام بتوسط خمسة أيام تستطيع بها أن تطيع لمسافات بعيدة جدا لذلك عندما نفتش على الناس الميتة بسبب الفطر لا نجد الكثير منها في محيط خمسة أو عشرة كيلومتر إنما خدت تسير إلى أكثر من ثلاثين كيلومتر وهذا أمر معروف بأنها سريعة الحركة والانتقال من مكان إلى آخر لذلك انتشرت في مدى سنوات بسيطة في دول عربية كثيرة وانتقلت إلى أوروبا وإلى أسبانيا وإلى غيرها فالنتاج التي أخذتها ونشرت عن تأثير الحشرة عن تأثير تلويس الذكور هي ليست دقيقة وتمثل الحد الأدنى ونعتقد بأنها الطريقة التي ستكون أكثر فاعلية لأنها تحتاج إلى نسبة أقل من الفطريات وأيضا بإمكان التحكم بها ما هي المشكلة التي أو الصعوبة التي تصادفنا كيف يمكن أن نأتي بهذه الزكور والبعض يعتبر ذلك أنه أمر صعب هذا ما يمكن ما كان يمكن أو ما كان يجب أن يحل في المرحلة الثانية من المشروع التي كان مخططا لها أن تكون بعد انتهاء المرحلة الأولى في عام 2002 وبإنتاج الغزير للفطر وكذلك تركز على إنتاج الغزير للذكور عن طريق تربية الزكور في المختبر تربية الحشرة في المختبر فرز الإناث وعدامها ثم تأخذ الزكور وتلوث وتطلق في مناطق متعددة من أجل أن تقوم بفعلها وأصبحت هذه الطريقة تسمى إيدز الزكور عفوا إيدز السوسة لأنها تنتشر عن طريق الاتصال الجنسي هذه ملاحظات كان لابد أن نقوم بها هنا أيضا استطاع المشروع أن يكتشف المفترسات نوعين من المفترسات مفترس للحشرة أو اليرقة هو مبين هنا في الصورة ومفترس آخر لبيوت الحشرة وهذا أيضا مهم جدا لأنه يتغذى على هذه الضيوب كذلك المرحلة الأولى لم تعر هذا المشروع أو لم تعر هذا المفترس أهمية كبيرة في الإنتاج وأيضا في الاستعمال للتركيز على الفطر باعتباره أكثر أهمية في تلك المرحلة وعلى أن يتم في المرحلة الثانية من المشروع التركيز على البحث عن متطفلات أخرى وإكسار هذين المتطفلين أو المفترسين للحشرة وليبيوضها وإطلاقهما في المرحلة الكاملة هناك لابد في أي مشروع أن يكون هناك بعض الصعوبات لكن نستطيع أن نقول أنها بالجهود المبزولة من الخبراء من الفريق الوطني الذي آمل أن يكون معنا العديد منهم الآن لأنه تم توزيع هذه المحاضرة أو الدعوة عن هذه المحاضرة عليهم أيضا أن يكونوا معنا فقد أبلوا بلاءا حسنا وعاملوا بجهد كبير جدا كان هناك بعض الصعوبات كما ذكرت وهي تأمين الوسائل من أجل إنتاج الغزير للفطر للممرضات كافة لكن ذلك لم يكن بالإمكان في المرحلة الأولى للاهتمام بالدراسات والأمور البحثية بشكل أكبر كان هناك أيضا مما ساهم هو اهتمام المسؤولين خاصة معالي وزير الزراعة في الإمارات الأستاذ سعيد محمد الرقباني الذي أصبح فنيا بمتابعته لكل إنجاز في هذا المجال واتصاله للاستفسار كذلك عن كل ما يتعلق بهذه الحشرة والنتائج المأخوذة كان هناك أيضا بعض المشككين الذين يهتمون باستعمال المبيدات كانوا يقولون ماذا تستطيع هذا الفطر أن يصل إلى حشرات بمئات الآلاف كانوا يقولون لا بد من استخدام الكيمويات بكثافة لأن ذلك مصلحتهم وكان هناك أيضا اهتمام كبير جدا من مؤسسات التبويل البنك الإسلامي وكذلك علي إفاد الأستاذ عبد المجيد سلامة كان هو مدير العمليات وأصبح هذا المشروع واهتمامه ورغبته بأن يكون شيء كبير جدا هناك أيضا لا بد أن نقول بأن عمل الفريق بشكل متكامل ومع الفريق الوطني أنجز الكثير في هذه المرحلة الإفاد قبل نهاية المشروع أرسلت بعثة خبراء من أجل الوصول إلى نتائج أو تقييم عمل هذا المشروع ومستقبله أيضا كانت هذه البعثة وضعت تقريرا مشرفا بحق كل من ساهم في هذا المشروع كانوا يقولون تماما بأن ما أنجز في هذا المشروع لا بد بأن يكون مسيرا للإعجاب والتقدير من قبل فريق خبراء أنجز الكثير الذي لم تستطع مراكز بحوث عريقة علمية الوصول إليه وكذلك هم طبيعي فريق خبراء اجتمع مع الفريق الوطني اجتمع مع المهتمين مع المزارعين مع المسؤولين مع الكل وناقش بدقائق كبيرة جدا كل ما يتعلق بالنتائج وخلص إلى هذه القضايا التي موجودة أمامكم والتي اعتبرت أيضا إنجاز كبير ووسام لكل من عمل في هذا المشروع خاصة فريق خبرائه كان هناك تقدير عظيم لما اكتشفه المشروع حول سلوك الحشرة حول فسيولوجيا الشجرة حول تجمع الحشرات بالإبط باعتباره ينطلق منه الكيرومون واعتبر بأن ما تم اكتشافه في هذا المجال يؤدي إلى أرساء قواعد متينة للتطوير تقانات فعالة للمكافحة الحيوية للحشرة لا شك بأن هذا كله كان عملا كبيرا جدا اخترحت اللجنة تمديد المشروع لسنتين بشكل أولي كان هناك اهتمام من مؤسسات التمويل لتوفير التمويل اللازم لهذا المجال لكن في تلك الفترة انتهت مدتي كمدير عام للمنظمة المدير العام الذي استلم بعد كان ممتازا لكنه لم يعطي الأهمية اللازمة لهذا المشروع ولم تطلب المنظمة تمديد المشروع فانتهت انتهى عمل الخبراء وانتهى عمل المنسق وتم الاحتفاظ بهذه الوسائق مما يشرف المشروع أيضا بأن في عام 2017 يعني قبل ثلاثة سنوات أنجزت خبيرة في جامعة في إسبانيا بحث أعطى نفس النتائج التي أعطاها المشروع لموضوع الكيرومونات وأيضا امبعاثات الكيرومونات من الشجرة وكذلك حول بعض القضايا المتعلقة بالفسيروجيا وهذا البحث منشور في عام 2017 لخبيرة اسمها سندرا بالإمكان أن نزودكم أيضا بها أود في نهاية أن أطيل عليكم كثيرا إنما أود في البداية أن أقدر كثيرا لجائزة خليفة للأمانة العامة للجائزة لرئاسة الجائزة للخبراء العاملين في هذه الجائزة تقييم هذا العمل الكبير وعرض هنا لكي يتم تقدير عملي في المنظمة مرتين بعد انتهاء بحوالي عقدين أو أكثر من عقدين من الزمن المرة الأولى من قبل معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي شكل لجنة لاختيار الفاعلين في كل منظمتين المدراء الفاعلين في كل منظمتين من المنظمات العربية في مراحلها منذ إنشائها وحتى ذلك التاريخ قبل ثلاث سنوات وفعلا هذه اللجنة اختارت لأينا من بين ستة مدراء مروا على المنظمة لعملها أو في إنجازها كان لكل منهم ميزته الممتازة لكنهم اختاروا المرحلة التي كنت أنا فيها مديرا كمرحلة أكثر إنتاجا وأكثر تقانا في هذه المنظمة وهذه المرة الثانية التي أكرم فيها من قبل جائزة خليفة لعرض هذه الأمور كل الشكر والتقدير لجميع الخبراء الذين عملوا في هذا المشروع الأحياء منهم والأموات والذين أعطوا سمة رائعة لعمل هذه المنظمة بإدخال تقانات جديدة يتابعها حتى الآن مراكز بحوث دولية الشكر والتقدير لرئيس الفريق الدكتور سليم حنوني الذي ساعدني بتوفير الصور وأيضا البيانات اللازمة عن هذا المشروع لكي أعرضها أمامكم وهو يستحق كل التقدير وأتمنى أن يكون دائما متابعا لهذا المشروع وأن لا يصبح متقاعدا وإنما أعرفه بأنه نشيط في المتابعة في جميع الأنشطة العلمية الشكر والتقدير لأصحاب المعالي الوزراء الذين واكبوا هذه المرحلة والذين تساءلوا عندما ألتقي بهم ما هو مصير هذا المشروع الذي عقدوا عليه الآمال كثيرة وأتمنى أن يكون الفريق الوطني لا يزال يعمل في هذه المختبرات التي زودت بشكل رائع بكل ما هو لازم لمتابعة المسيرة كل الشكر والتقدير لمعالي الأستاذ الدكتور عبدالوهاب زايد وأتمنى أن يؤخذ بالتوصيات أو تدرس وتناقش التوصيات التي وضعتها في نهاية هذه الحلقة وهي إعداد مشروع وثيقة المرحلة الثانية من مشروع المكافحة الحيوية لسلسة نخيل الحمراء بالاهتمام على فريق خبراء المرحلة الأولى من المشروع ما أمكن ذلك وأن تكون هذه المرحلة برعاية الأمانة العامة لجائزة خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعي وأن يكون هذا وأن تركز هذه المرحلة تركز مهام هذه المرحلة من المشروع على الإنتاج الغزير للفطر ودراسة متطلبات لتأمين متطلبات رش أشجار النخيل بالفطر المقرر أو تلويس الزكور وقد يحتاج ذلك إلى التطوير عالية للتربية والاستياد وكذلك اكتمال الدراسات والتطبيقات بشأن تفعيل الاستفادة من النماتودة الممرضة للحشرات واليرقات وأكمال الدراسات والبحوث حول المتطفلات على سوسة النخيل الحمراء لإكسارها وأطلاقها وكذلك الاستياد أو إنتاج غزير للذكور لتلويسها وأطلاقها وكذلك أعداد برنامج متكامل للمكافحة الحيوية لسوسة النخيل الحمراء وتطوير العلاقات مع مؤسسات التدريب الدولية والمراكز البحثية العلمية هناك بعض الصور الموجودة في نهاية هذه المحاضرة وكما أعلمني الأستاذ عماد بأنه سوف يتم توزيع هذه المحاضرة كاملة على الجميع جميع من شارك ليكونوا على بين الشكر والتقدير وآسف للإطالة فقد خططت لأن أكون دقيقا جدا في هذا العرض شكرا لكم جميعا ومستعد للإجابة على التساؤلات شكرا لمعالي الأستاذ الدكتور يحيى بكور على هذه المحاضرة القيمة وشكرا للأخوة الحضور على يعني متابعتهم فقد وصل العدد إلى 108 باحث وخبير وتقني من حوالي 14 دولة في المنطقة العربية هذا يجب نفتخر طيب ومتابعة طيبة نفتخر بالمحاضر وبالحضور وعلى مواكبتهم لكافة أنصط ومحاضرات الجائزة لي كلمة واحدة الآن شهد معالي الأستاذ حسان قطن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في سوريا فأرحب بسيادته معنا في هذه المحاضرة ولا شك بأنه قامة علمية ساهم في جميع أنشطة اتحادنا التي تمت عن بود وكان جدا رائعا وكما وعدتك يا أستاذ عماد سأرسل لك المحاضرة التي تحدث فيها بإسهاب وبشكل منتج ورائع عن التكيف مع التغير المناخي في المنطقة العربية والسياسات الواجب اتباعها شكرا معا للوزير على متابعتكم لكل النشاطات العلمية في جميع المنطقة وهذه سمت ليس الإداريين فقط إنما سمت العلماء التي نعتز بك لأنها تتوفر بكم كما نعتز بجميع الأصحاب المعالي الذين يشاركون ولذين لم أستطع أن أراهم في الصورة لأن العدد كما ذكر عدد كبير وهذا يعني بأنهم جميعا مهتمين به مثل هذا العمل تنجزه منظمة عربية يعتزون بها وتستطيع أن تعطي الكثير بأشياء بسيطة لو قلنا لأي جهة بأن هذا العمل الكبير أنجز من قبل منظمة موازناتها العامة لكل قضايا التنمية الزراعية هي 6 مليون 200 ألف دولار وصلتها بعد 20 سنة من العمل وأيضا تنفذ مثل هذا المشروع وتأتي بهذه النتائج لرفع القبعات كاملة لها وللعاملين بها شكرا مرة أخرى وآسف لأخذ المنصة شكرا سيدي والآن نفتح باب الأسئلة للإخوة الحضور بخصية رفع أيدي ضمن الوقت المخصص 15 دقيقة أفضل سعادة دكتور إبراهيم جدوع الجبوري أفضل شكرا أخي إعماد وشكرا للدكتور ياحي بكور الحقيقة سلسل بالحديث سلسل جميل جدا يعني يشرفني أنه جائزة خليفة والمؤتمر الحقيقة اللي انعقد بالإمارات في يوم من الأيام بعثنا لزيارة الحمرانية وشفنا المشروع على طبيعته بالحمرانية وكان الحقيقة مشرف في ذلك الوقت لمن يرغب بالحصول على هذه الوسائق لأنه للأسف هذا العمل الكبير لم يوثق إلا أن جمعته آني والآن موجود كل على الشبكة العراقية اللي نخلت التمر بالصفحة الرئيسية اللي موجودة أيضا يعني بكتب ودراسات ممكن تتعثون كل هذا الحقي اللي يتكلم الدكتور ياحي بكور موجود على الموقع وأتمنى أنه تستفيدوا منها لأنه فعلا هي وثائق جميلة جدا والمنظمة العربية في ذلك الوقت قامت بعمل جبار الآن طبعا في توازنات بس يعني المنظمات كثرت لذلك ما رد أحكيتها شكرا جزيلا دكتور أخي عمار شكرا جزيلا دكتور إبراهيم شهادتنا فيك مجروحة وجهدك التوثيقي يعني مميز ويعني رأيتك بيضا نعطي المجال الدكتور فؤاد خليفة ميوت لو سمح شيل ميوت من عندك دكتور فؤاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلو تسمعوني نعم تحياتي دكتور معالي الدكتور يحيى بكور الأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب الدكتور يحيى بكور قامة من قامات الوطن العربي وإحنا نفتخر دائما بأنه يكون أمين في اتحاد المهندسين الزراعيين العرب لدي استفسار هل هناك إحصائية دقيقة أو إحصائية مفصلة عن البلدان التي أصيبت بها هذه السوسة وما هي ما هو البلد الموبوء أكثر إذا عندكم تفصيل في المركز أو عند الدكتور يحيى ما عارف يعني وكيف يتم مكافحة في هذا البلد الموبوء شكرا تفضل تفضل معي الوزير الصوت ميوت هل هناك حسنًا 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 وقت نصل للنتائج هي خدمة للوطن العربي بكل وخاصة أنه هذا الوطن العربي يعني الذي يمتاز بهذه الشجرة المهمة ويلي لحنا الحقيقة فأدنا يعني كميات كبيرة من هذه الأشجار ويلي لحنا بحاجة فعلا إلى إعادة إحياء وطبعا حشرة سوسة الدخيل هي من الحشرات الفتاكي اللي انتشرت في عديد العديد من الدول ودائما نحن نبحث الحقيقة عن برنامج مشترك يعني الحقيقة في بعض الدول غير قادرة على أنه يكون عندنا منا برنامج متكامل لهذا الموضوع فكتير مهم أنه نقدر نشكل فريق عربي مشترك بقيادة من إحدى المنظمات لحتى تأهد مجموعة الخبراء في كافة الدول لليكون فيه تعاون وتكامل في مقافة تحت هذه الحشرة الفتاكي ونحن عمليا يعني حاليا نسعى لإعادة تأسيس مخابر لإكثار النخيل غراس النخيل بالنسوج وبنفس الوقت تطبيق برامج الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات ومنها صوص النخيل فكتير مفيد الحقيقة أنه نستفيد من هذا البرنامج وأنه نشارك فيه ونحن كتير بنرحب الحقيقة بأنه نكون يد واحدة معكم في هذا المجال وشكران لكم الحقيقة مو سؤال وإنما هو عبارة عن نوع من الرؤية لبرنامج مشترك عربي قاني شكرا شكرا معليك نعطي الكلمة أو سؤال سؤال باختصار لدكتور أشرف الفار أمين عام الاتحاد العربي التمو فضل سعيدي السلام عليكم جميعا وتحية مباركة بالقاهرة المنصر الجميع وتحية لقيمة القارنة الكبيرة دكتور يحيى بكور الذي أسهم الكثير من أسهمات التنمية زرعية في الوطن العربي في فتر التولي هذا المنصر الربطية ولا ننسى التحية والشكرة الوفير والغزير لجهاز الخليفة ومعالي دكتور عبد الوهاد بنزايد على هذه السلسلة الفاضلة للمحاضرات العلمية التقيقة التي تهم الكثير من التعليم في هذا المجال الحقيقة طبعا ممكن الدكتور يحيى بكور يعني أعطى الكثير من الأمل لها أن احنا ممكن فعلا نقضي بالمكتفحة الحيوية على هذه السلسلة التي ترقهم الكثير والكثير من مقاومات الاستثمار في هذا المجال وفي هذا الإطار ويمكن يقولوننا أن هذه الأبحاث الدقيقة تمت من فترة طويلة من الزمان وللأسف الشديد لما يتبنها أحد لأننا كل ممكن أن نوفر الكثير والكثير من الأموال التي تنفق على المبيلات أو على المصائد إذا تجاهنا إلى الفتوريات أو النماتودة الممرضة وغيرها من مقفاضة فعالي الدكتور يحيان يمكن السؤال بقى مع القرن الـ 21 ومع الثورة الصناعية الهائلة وثورة رقملة يمكن أنا بدع الجميع نحن نفكر في المكافحة المتداثرة يمكن فتوريات مع المتودة مع استخدام الألات الحديثة برقملة زي السنسور وفي بعض الشركات دلوقتي يمكن هو للحركة لحركات اللي هي السوسة الحمراء في مهدها وبذلك ممكن نقضي عليها ويكون فيها عندها إحصائيات موجود السنسور على عدد الدخيل على شكرا جدا للمعليكم وتحياتي شكرا ناخد أيضا سؤال من الدكتور علي الزاخي تفضل وبعدين بنعطي المجال للإجابة حسب الوقت المتاح تفضلوا دكتور علي ميوت السلام عليكم شكرا دكتور يحيب على المحاضرة الرائعة والمعلومات القيمة الصراحة أنا دكتور علي الزاخي من العراق حقيقة عندي تساؤل واحد هل يوجد مثل هذا المشروع قائم أو من المؤمل البدع فيه يمكن المشاركة بي أو متابعة نتائج هذا السؤال الأول والشقة الثانية من السؤال هل تم تطبيق استخدام مستحضرات قابلة للبلل أو مساحيق خصوصا أنا شاهدت هذا الموضوع الناجح في ماليزيا في المختبر اللي كنت أعمل فيه شكرا جزينا لكم شكرا صد المعليك يا دكتور ريح أولا شكرا لجميع من تساءل وأبدأ اهتمام بهذا المشروع وأود بسرعة أن أجيب على الأسئلة التي طرحت أولا بالنسبة لموضوع الأحصائيات المفصلة هناك قطعا أحصائيات ودراسات مفصلة ونشكر الأستاذ إبراهيم الجبوري الذي يوسق كل ما يتعلق بهذا المشروع أيضا عندما تكون هناك عندما يأخذ بالتوصية بأن يرعى ترعى الجائزة مشروع جديد تشارك به المنظمات الفاعلة خاصة أكساد التي لها دور كبير في موضوع تطوير تجارة النخيل وكذلك أود المنظمة العربية للتنمية الزراعية وإيكاردة يتحقق ما طلب به معالي الوزير بأن يكون هناك عمل عربي متكامل لهذا المشروع ترعاه الجائزة ليضاف إلى كثير مما أنجزته في هذا المجال قطعاً سيشمن الدول العربية كاملة لأن السوسة لم تستثني أحد إلا إذا كان هناك من هو في الأطراف جداً ستصل له أيضاً فلذلك ما طالب به معي الوزير يتحقق بأن يتم تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع الدكتور أشرف طرح موضوع مهم جداً لا شك بأن المرحلة الثانية يجب أن تدرسه وتأخذ به وهو موضوع المكافحة المتداخلة لابد بأن نركز بأن إبعاد الكيمويات يجب أن يكون دستور لا يجوز نهائياً تخطيه لأنها تقتل ما هو مفيد ما هو مفيد من المتطفلات وتبقى السوسي المضرة في مأمن عنها هناك أيضاً لا شك بأن المشروع الجديد سوف يأخذ بعين الأعتبار جميع التقانات التي ظهرت حديثاً بما فيها أيضاً موضوع الرقمنة والاستخدام الأشعة وغير ذلك من الأمور لأنها تقانات لابد أن تكون مفيدة في المستقبل نحن نعلق الأمال كبيرة على الجائزة لأن تضيف إلى مأسرها مأسر جديدة وهي تبني مرحلة ثانية من هذا المشروع تساهم به المنظمات العربية الفاعلة والأقليمية كذلك ليأخذ كل منها جزء يعمل به ثم يتكامل في العمل مثلاً منظمة لها أفضلية في مجال الفطريات فلتأخذ الفطريات وتشبعها دراسة وبحثاً واكتشافاً لهذه الحشرة أكساد مثلاً تأخذ في مجال الحشرات بإمكانها أيضاً أن تأخذ المتطفلات وتدرسها من خلال عملها البحثي الرائع والذي يزداد يوماً بعد يوم تطويراً وعملاً تأخذ إيكاردة الجانب متعلق في النماء تؤدى بخبرات خبرائها وغيرها وبذلك يتكامل عمل المنظمات الثلاثة في مشروع في غاية الامية الأهمية يكون به أيضاً لجنة تسيير لكي تتابع المراحل وتعطي التوجيهات وهذا لا يعني أن كل منظمة لا تعمل مفكل الثاني إنما يجب أن يكون هناك تعاون وتكامل في العمل بين هذه المنظمات كاملة ولا شك بأن خبرة الجائزة في تبني مثل هذه المشروعات كفيلة بإنجاحها وليكون مثالاً بأن الخبراء العرب على مستوى قادر على اكتشاف من لم يستطع غيرهم اكتشافه وبإمكانيات بسيطة أشكركم جميعاً وأشكرك أستاذ عماد على رحابة الصدر العفو العفو إسا في عندي دقيقة واحدة أنا أعطي السؤال الأخير إذا سمحت لي ما عليك دكتور حسام متولي من القاهرة تفضل سيدي الميوت بس تمام فضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام أتحدث لكم من الرياض أنا مسشار تطوير النخيل من أكساد خدمة لوزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية الصودي طبعاً أنا مش عادة تطول عن حضراتكم لأن الوقت ضيق طبعاً الشكر كله لجهزة خليفة بكل من قام على هذه السلسلة مميزة من ندوات المحضرات الشكر للأستاذ الدكتور يحيى بخفور الأمين العام للتحاد المنطسين الزراعين العرب و يعني رؤية مبكرة لمشاكل صوص النخيل الحمرة من سنة 1990 ده يدل على رؤية شايف المستقبل عارف هالأخطار والمشاكل الاقتصادية هتحصل من الحشعب هنا بس نقدر نشير بس لنقطة مهمة لأن احنا كمان اشتغلنا في الشغل ده في أقساد بالرغم من هذه البهود التي تعمل على مكافح السوس النخيل الحمرة بالطريقة الحيوية إلا أن النتائج الآن تشير إلى ضعف النتائج الحقلية على مستوى المخبري فعلا نتائج مميزة جدا ومرضية لكنها على مستوى الحقلي إلى الآن طائفة وده بالذات المزارع وبستين النخيل العضوية دي مشكلة وتحدي كبير بيواجه علاج الإصابات أكتر منه الوقاية لكن كمان كعلاج الإصابات يصعب جدا جدا التعامل بالمكافحة الحيوية طبعا هيزعدنا جدا جدا نوصيل النتائج مرضية في هذا المجال وأنا مع دكري حياب كتور تماما أني لازم يقوم فيه مرحلة تانية من هذا المشروع وأجساد جاهزة لتمشارك فيه وعندها شغلة في هذا الموضوع فعلي نذكرك هل تريد أن تعقب معالي دكتور ريحية قبل أن نكتب فقط أتفق مع الدكتور حسام بأن المخبر هو الأساس النتائج التي يعطيها المخبر لا بد بأن يتم تطويرها لتستخدم في الطبيعة أنا قلت أنه في الطبيعة المقاييس لا تكون صحيحة مثلا الرش أخذنا نتائج رش الفطر على الأبط أخذنا نتائج كانت جيدة جدا وأكثر من التلويس لكن عند التحليل ليس الرقمي إنما أيضا المنطقي والعلمي أن الذكر عندما يلوث الأنسى ستموت بعد ثلاثة إلى سبعة أيام في المختبر ونستطيع أن نعدها كان القتل مئة بالمئة في الطبيعة لا نستطيع أن نمسكها بالتالي هي واحدة أو أكثر أو عشر أو عشرين أو ثلاثين في المئة سوف تكون بعيدة عن منطقة الجمع بالتالي لن تكون الأعداد التي نجمعها تمثل الواقع فعلا لكنها تعطي مؤشر بأنها فاعلة فالدكتور حسام قال بالمخبر مئة بالمئة بالطبيعة لم نحصل على نفس نتيجة صحيح لأن الجمع في الطبيعة في المختبر يكون كامل أما جمع الحشرات المتأثرة في الطبيعة لا يكون كاملا بعضها يطير 30 كيلومتر أو 50 كيلومتر كما أظهرت بعض النتائج لا نستطيع أن نصل من أجل أن نقول أنها بعد التلويس ماتت أو لا أيضا لم يفوتني الآن شاهد الأستاذ الدكتور نصر الدين العبيد مدير عام أكساد ورحب به فلم يكتب إنما شاهدت في الصورة وهو أيضا فعال جدا في تطوير عمل أكساد وأصدق بأنه سوف يساهم مساهم فاعلي في المشروع الجديد الذي سترعاه إن شاء الله لجائزة خليفة شكرا شكرا مع عليك شكرا لساة الحضور أخيرا يسعدني أن أعطي كلمة الختام لأستاذ عهد كاركوتي مسؤول العلاقات العامة بالجائزة في نهاية هذا اللقاء لأي ملاحظة قبل أن نختم الجلسة فضل أستاذ عهد شكرا مع علي لأستاذ الدكتور يحيى بكور الأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب والشكر موصول لكافة الأخوة الحضور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإنما فقط في النهاية المهندس عمادي بلغنا عن المحاضر القادم إلى أن نلتقي بكم في المحاضرة العلمية الاستاذية السابعة عشرة يوم الاثنين بتاريخ 8 نوفمبر 2021 وهي بعنوان مبادرات سبل العيش الذكية مناخيا مع المهندسة سارة كرم المديرة التنفيذية لوحدة البيئة والتنمية المستدامة كلية العلوم الزراعية والغذائية الجامعة الأمريكية في بيروت كونوا معنا نستوضعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك أستاذ ماد وأيضا الشكر لجميع أصحاب المعاري الوزراء وفرصة كبيرة أن نلتقي بالأستاذ الدكتور محمود ويري الذي نكون له كل محبة والتقدير في جميع المراكز التي التقى بها وعمل بها وهو لا يزير الشباب